شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والله صلي على محمد وآله محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين يا أبني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير كان حديثنا يدور فيما مضى حول حساب الأعمال في يوم القيامة وقد تحدثنا ضمن هذا الإطار حول مجموعة من الموضوعات أما الموضوع الرابع في هذا الإطار فيدور تحت عنوان تشديد الدين في حقوق الآخرين وفي هذا الموضوع عدة بحوث البحث الأول ما هو الحق عندما نقول حقوق الآخرين فماذا نعني في هذا الموضوع بهذه الكلمة الجواب على ذلك الحق عبارة عن أمر ثابت في الذمة لا تفرغ الذمة إلا بعداء ذلك الحق مثلا إذا كان هناك دائن اقترض مالا من فرد أو من جهة فهناك ثلاثة أشياء تتحقق عند عملية الاقتراض هنالك من له الحق وهو الدائن وهنالك من عليه الحق وهو المدين والمقترض وهنالك إضافة فيما بين هذين الطرفين هذه الإضافة أو هذا الأمر الثابت في الذمة هو الذي يطلق عليه الحق البحث الثاني عوامل نشوء الحق كيف ينشأ الحق وكيف تكون عحدة فرد مشغولة لفرد آخر الجواب على ذلك هنالك عدة عوامل للنشوء الحق العامل الأول عامل اليد في الحديث المروي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله على اليد ما أخذت حتى تؤدي اليد كناية عن الهيمنة إذا هيمنتم على شيء استوليتم على شيء يملكه شخص آخر فتكون ذمتكم مشغولة بأداء هذا الشيء تمرون في الطريق هنالك ضال مال لا يعرف مالك انتو بإمكانكم أن تمروا على هذه الظالة مرور الكرام وفي ذهني أنه أكو في الحديث الشريف لا يلتقط الظالة إلا الظال هذا اللي يلتقط اللقطة هذا الظال في الواقع لأنه يورط نفسه في حق الآخرين ماكو داعي واحد يورط نفسه في حق الآخرين فإذا ملتقطتوا هذه اللقطة ما وضعتم يدكم عليها ذمتكم لا تكون مجغولة بشيء أما بمجرد ما وضعتم يدكم ذمتكم تكون مجغولة لصاحب هذه اللقطة ما هي الوظيفة الفقهية مذكورة في كتب الفقه سيارة صديقكم أخذتم مفاتيحها بدون إذنه وبدون رضاح بمجرد ما استوليتم على هذه السيارة دخلت في ذمتكم على اليد ما أخذت يجب عليكم أن تعيدوا العين السيارة تلفت سرقت وإنتم ما لكم دور في الإطلاف ما فرطت ما قصرت وإنما حافظتم عليها في نهاية القدرة ما دامت يدكم وضعت على هذه السيارة دخلت في عهدتكم يجب أن تعيدوا العين ما تتمكنون يجب أن تعيدوا المثل إذا لا يوجد هناك مثل يجب أن تدفعوا القيمة إذا لم تكن هناك قيمة على ما يقوله الوالد رحمه الله في كتابه القواعد الفقهية يجب أن تدفعوا بالقيمة أربع مراحل العين المثل القيمة بالقيمة قد هو العامل الأول عامل اليد العامل الثاني عامل الإطلاف لا توجد هناك ملازمة بين العنوانين قد يكون يد بلا إطلاف وقد يكون إطلاف بلا يد هذا كثير ما يتفق في أيام الطفولة الأطفال الضمان حكم وضعي لا يفرق فيه بين البالغ وغير البالغ وبين العالم والجاهل وبين العاقل والمجنون حكم وضعي عام كثير ما يتفق أنه طفل يأخذ حجر ويرمي به زجاجة الجيران هذا إطلاف بلا يد ما كهيمنة على هذه الزجاجة ولكن أكو إطلاف هذا الطفل ضامن يجب على وليه أن يؤدي من مال الطفل ما أدى الولي الطفل عندما يبلغ هذا الشيء ثابت في ذمته في عهدته لا يقول ذاك الوقت أنا ما كنت بالغ ما كنت أفهم هذا حكم عام للجميع هذا ضامن من أتلف مال الغير فهو له ضامن هذا هو العنوان الثاني العامل الثاني العامل الثالث من عوامل نشوء الحق أو ثبوت الحق في الذم التسبيب التسبيب يعني أن يقوم الفرد بعمل له مدخلية في التلف هو لم يتلف وإنما المتلف شخص آخر ولكن هذا إلى مدخلية هذا يطلق عليه التسبيب مثل إذا واحد في الأرض غير المملوكة التي لا يملكها خفر بئرا خفر خفرة وتركها فجاء شخص في الليل في الظلام سقط في هذه الخفرة جاءت سيارة ووقعت في هذه الخفرة هذا لم يتلف ولكن هذا له تسبيب فهو ضامن وهنا لك حق يثبت في ذمته واحد جاء في الطريق العام ورمى قشرا من قشور الفاكهة فجاء شخص ووضع رجله عليها وزلق هذا له تسبيب هناك طائر في قفص انتوا اجيتوا فتحتوا باب هذا القفص فطار الطائر فورا أو بعد فترة هذا العمل تسبيب ويوجب حقا في الذم اذن العامل الاول اليد العامل الثاني الاطلاف العامل الثالث التسبيب العامل الرابع فعل ما يوجب الدية موجبات الدية هذه القضية كثيرا ما يبتلى بها الآباء والأمهات يضربون الطفل تشفيا مرة واحد للتأديب بنية التأديب بعض الفقهاء مقيدين بالمقدار الذي لا يصل إلى حد وجوب الدية على التفصيل المذكور في محلة في الكتب الفقهية لحق ضمن الضوابط الشرعي ولكن الطفل قام بجناية في البيت الأبو كان نايم أيقظه من نومه فهذا في حالة هيجان اندفاع اندفاع يركض وراء هذا الطفل ويفقد قوته العقلية العقل يعقل عن الاقتحام هذا بعد ما يعلم شنو دا يعمل اقتحام وأحيانا هذه الحالة اللي هي حالة جدا خطيرة يمكن ان تؤدي الى نتائج خطيرة لا بأس ان ننقل هذه القضية عرضا القضية قديمة سمعتها المقدار الذي تبقى في ذهني من القضية ان رجل الظاهر كان فقير او كذا وده طويلة جمع اموال واشترى اشياء لبيته وفرضوا مناضد مثلا كراسي معينة فهذه بعد ذلك التعب والجهد جدا كانت محببة الى قلب في يوم الايام طفل لا يفهم يأتي وبيده مسمار او ما اشبه فيمزق هذه الاشياء او يعيبها اي القضية التي تصورون انه قضية الاخرين لا قضيتنا الفرد الفرد في لحظة غفلة يتحول الى جاني فد لحظة في لحظة غفلة يتحول الى قاتل لا تصورون انه القتل فد شي بعيد لحظة غضب واحد يهجم على الطرف ويغنقه تحول الى قاتل الابو اجي الى البيت وشاف هذا المنظر انفعل وهجم على طفله واخذ يضربه على يده هاي اليد الجانية ضربه ضربا مبرحا بعد فترة اسودت يد الطفل وده الى المستشفى الطبيب قال لا بد ان تقطع يده وإلا هذا في خطر خطر السراية ايها الاب تعال وقع على قطع يد ولدك هذا اي اب عند هذا القلب اللي يجي وقع على قطع ايد ابنه ولكن ما كو هناك مناص من ذلك الاب يجي ووقع على قطع يد ولده وده الطفل الى غرفة العمليات خدروا بنج قطعوا يده عاد الى الواعي الابو راح عنده الطفل قال لأبيه أنه أنا اذا كبرت واشتغلت وحصلت اموال واشتريت لك وللبيت هذه الأشياء من جديد يعني تداركت ما فات فهل تعيد الي يدي المقطوعة الطفل ببراءة بعقله الطفولي الابو الابو مات حمال قام وخرج الى الخارج وذهب وانتحار وانتحار الاب مات العائلة تشتتت والطفل بقية مقطوعة اليد الى آخر حياته في لحظة واحدة واحد يتحول الى قاتل ليش المؤمنون يستعيذون بالله سبحانه وتعالى لأن حقيقة خطأ في لحظة واحدة في لحظة غفلة شايفين هاي السيارات اللي تمشي في الجبال لحظة السائق يغفل وإذا به سقاط في الهاوية وانتهى لحظة واحدة واحد يتحول الى جاني لأن الحرام في متناول اليد فخطوة تتقدم الحرام عندك فالحقيقة الآباء والأمهات جدا أن يجب أن يواضب لأن القضية قضية خطيرة إذا لطم الأب أو الأم وجه الطفل فحمرت الوجه عليه دينار ونصف ذهب يعني مثقال ونصف شرعي والمثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال للصير فيه إذا اخضرت الوجه ثلاثة دنانير إذا اسودت الوجه ستة دنانير إذا كان في البدن هذا اللاطم أو نحو اللاطم فنصف ما ذكر يعني ثلاثة أرباع دينار إذا حمر البدن دينار ونصف ذهب إذا خضر ثلاثة دنانير ذهب إذا سود إشقد الآباء مديونين لأولادهم هذا كله في ذمتهم دية دية لازم يدفع الأمهات إشقد مديونات لأولادهم بناتهم المعلمين والمعلمات بعضهم اللي يضربون أطفالهم بلا مسوغ شرعي شقد مديونين لهؤلاء هذا هو العامل الرابع العامل الخامس من عوامل الثبوت الحق في الذن العقود بعته اشتريته المثمن البضاعة ثبتت في ذمة البايع للمشتري والثمن ثبت في ذمة المشتري للبايع النكاح النكاح كعقد من العقود المهر الذي يعين يثبت في ذمة الرجل العامل السادس من العوامل وهو عامل يغفل عنه الكثيرون الجعل الشرعي الجعل الشرعي يعني شنو يعني الله تعالى هو مالك الملوك كل ما نملكه هو لله ونحن أيضا لله إنا لله وإنا إليه راجعون المولى واحد عنده مولى وعبد قديما كانت قضية الموالي والعبيد الآن الخدم والمخدوم اتجيبون خادم في بيتكم اتقولون اعمل هذا العمل المبلغ اللي أنا أعطيك مقدار من إلك ومقدار من يجب أن تضعه في الصندوق إذا هذا الخادم خانكم ووضع كل المال في جيبه هذا مو خيانة خيانة نوع من أنواع الخيانة خلاف الاتفاق الله تعالى طبعا هذا المثال ما ينطبق على ما نحن فيه لأن احن لا نملك العبد لا نملك الخادم ملكية حقيقية الله سبحانه وتعالى يملكنا بالملكية الحقيقية الذاتية مو الملكية الاعتبارية كل شيء مننا لله سبحانه وتعالى الله الكون مملكة الله الهواء الذي نستنشقه ملك الله اليد التي نتعامل بها ملك لله النقود الموجودة في الخارج كلها ملك لله الغابات والبحار والأسماك والمحيطات والثروات والمعادن الطبيعية كلها ملك لله الله قال لنا اعملوا تفضلا من خلال عام كامل كل ما تعمل فهو لك كل ما تصرفه في مؤونتك فهو لك كم تصرف ألوف بمقدار شأنك فهو لك في نهاية العام إذا تبقى شيء أربعة منه لك وواحد لي مو ملكك هذا هذا مو ملكك أصلا ما دخل في ملكك هذا من البداية كان ملك لله تعالى الله تعالى يقول وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ الغَنِيمَ يراجع المعاجم اللغوية والكتب الفقهية كله فائدة مو فقط الغنائم الحربية وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ إِلَّامِ في اللغة العربية لماذا؟ تمليك هذا مال الله مو مالك الله لم يملكك هذا فَأَنَّ لِلَّهِ إِلَا بَقِيَّةِ الْأَرْبَابِ الَّذِينَ يَشْتَرِكُونَ في هذه العشرين بالمئة هذا مو ملكك فهذا الرجل الذي يضع هاي العشرين بالمئة في جيبه ولا يعطيها لله ولأربابها هذا خائن هذا نوع من الخيانة ونوع من السرق تعدي على حق الآخرين اللهم ملكه هاي الآية القرآنية فَأَنَّ لِلَّهِ مُو مَالِكَ وَالْلَّامُ لِلْمِلْمِلْكِ على قول ابن مالك ظاهرها الملك هذا حق شيء ثابت في ذمة للآخرين هذه ستة عوامل من عوامل النشوء الحق في الذمة وهناك عوامل أخرى نتركها عامل اليد عامل الإطلاف عامل التسبيب عامل فعل ما يوجب الدية العقود الجعل الشرعي المبحث الثالث هناك صنف آخر من الحقوق هذه الحقوق التي ذكرناها تمثل الحقوق المادية هناك نوع آخر من الحقوق يمكن أن نطلق عليها الحقوق المعنوية أشياء تثبت في الذمة مو مادية وكثير من الأفراد يبتلون بها الله سبحانه وتعالى يقول يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا من الظَّن إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا إِذَا وَاحِدْ اغْتَابْ وَاحِدْ الْغِيبِ اللي هي فاكهة المجالس في كثير من الأحيان وجد حق في ذمة هذا المغتاب يعني المغتيب للمغتيب إذا صح التعبير المغتاب بالكسر يوجد في ذمته حق معنوي تجاه المغتاب بالفتح التهمة واحد اتهم واحد القذف التهمة هذا يوجب حقاً معنوياً في ذمة المتهم للمتهم ولابد أن يفرغ ذمته من ذلك البحث الرابع والأخير جميع هذه الحقوق الحقوق المادية مهما كان من شاوها الحقوق المعنوية الدين يشدد الأمر فيها إلى أبعد الحدود تشديد أكو هناك رواية ينقلها صاحب البحار رحمة الله تعالى عليه في البحار عن نهج البلاغة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الإمام يقول ألا وإن الظلم ثلاثة فظلم لا يغفر هذا مقابل للمغفر وظلم لا يترك الله لا يدعه وظلم مغفور لا يطلع فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله قال الله سبحانه الذنوب الصغيرة مرة اتفق له ذنب من الصغائر مرة مو إصرار مرة ومرتين وثلاثة الآن ما هي الصغائر وما هي الكبائر بحثه في الفقه الله سبحانه وتعالى يقول إن تشتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وأما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم بعضا الله لا يتجاوزه إذا واحد ظلم واحد ظلما ماديا أو معنويا الآن ما دام في هذه الدنيا ليحاول أن يفرغ ذمته من هذه المظلمات هناك كلش صعب القصاص هناك هناك شديد ليس هو جرحا بالمدى يعني بالسكاكين ولا ضربا بالسياط ولكنه ما يستصغر ذلك معا هذه رواية الرواية الأخرى ينقلها عن الكافي رواية جدا مطولة صفحتي أنقل منها مقطع قال هذه الرواية مروية عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم يقول فيشرف الله الحكم العدل عليه في يوم القيامة فيقول أنا الله لا إله إلا أنا الحكم العدل الذي لا يجور اليوم أحكم بينكم بعدلي وقسطي اليوم آخذ للضعيف من القوي بحقه ولصاحب المظلمة بالمظلمة بالقصاص من الحسنات والسيئات ماذا يعطيه؟ هناك الدنانير والدراهم بعد ما تفيد المظلوم تأخذ من حسناته الظالم وتعتى للمظلوم وهناك في رواية رأيتها في بعض الكتب أنه يأخذ ستمائة الصلاة بدرها الدرهم الدرهم الواحد إذا انتهت حسنات الظالم يأخذ من سيئات المظلوم وتوضع في ديوان الظالم وَلَا يَجُوزُ هَذِهِ الْعَقَبَ الْيَوْمَ عِنْدِي ظَالِم وَلِأَحَدٍ عِنْدَهُ مَظْلَمَ ظَالِم يَتْمَكَنْ يُعْبُرْ مَنْ أَهْنَا أيها الخلائق استعدوا للحساب ولذلك نلاحظ أنه الأولياء المؤمنون حتى المؤمنين العاديين كانت عندهم حساسية جدا شديدة تجاه حقوق الناس لأنه المظالم الهنات بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى يمكن يستغفر يتدارك الله يغفر أما إذا واحد في رقبته مظلمة هذه لا تغفر أذكر لكم نموذجين نموذج في الحقوق المادية ونموذج في الحقوق المعنوية حتى تلاحظ الدقة الشديدة التي كانت عند المؤمنين والتي يجب أن نوجدها في أنفسنا النموذج الأول في الحقوق المادية الوالد رحمه الله كان يقول جاءنا مجموعة من العمال قضية قديمة يمكن قبل 45 عام في كربلاء المشرفة الرافع فكانوا يشتغلون بالبيت عندما الظهر مثلا عندما كان شغلهم ينتهي كنت أراهم يذهبون إلى كومة الجص مثلا كومة يقفون عندها ثم يخرجون هذه الظاهرة لفتت انتباهي أنه شنو معنى هذا العمل فسألت القيم عليهم أنه ليش يعملون هذا العمل قال هؤلاء عندما ينقلون الجص مثلا أو الإسمنت أو ما أشبه في العمل من الصبح إلى الظهر إلى آخر الدوام ذرات من هذا الجص أو الإسمنت تدخل في داخل ثيابه لأن يرفعون ثيابه هؤلاء عند الانتهاء من العمل ليذهبون إلى تلك الكوم وينفضون ثيابهم هنالك حتى هذه الذرات تبقى لصاحب البيت الدقة إلى هذا الحد حتى في ذرات من الجص أو الإسمنت مثلا هذه كانت حالة في كثير من المتدينين الدقة حتى إلى هذا الحد النموذج الثاني نموذج من الحقوق المعنوية هذه القضية ينقلها أحد تلاميذ تلاميذ صاحب الكفاية وهو أحد علمائنا الكبار يقول في يوم الأيام كنا ندرس عند أستاذنا تلميذ صاحب الكفاية فذكر فذكر فرعا ذكره أستاذه صاحب الكفاية في المباحث الأصولية ذكر أن أستاذنا صاحب الكفاية ذكر هذا الفرع ثم ناقش هذا الفرع مناقشة علمية وفند رأي أستاذه تفنيدا علميا ثم قال يقول بمجرد ما قال هذه الكلمة أن هذا لا يعدو وهما فجأة سكت بعدين قال البحث اليوم تعطي يقول احنا تعجب قال نحن نحن الذين لا نحترم لا نحترم كبارنا مثلي أنا في هذا الموقف لسنا جديرين بالتدريس وأنهيت التدريس والبحث أطلع قال هذه الكلمة ونزل من المنبر وعلامات الألم بادية على وجهه أنه لماذا عبره المناقشة العلمية ما فيها إشكال التفنيد العلمي ما بيشكال ولكن أن تقول إن هذا وهم هذا ما كان ينبغي هذا ربما يكون فيه النوع من عدم الاحترام للطرف الآخر أنتو إذا تلاحظون كتاب الفرائد للشيخ الأنصاري رحمة الله عليه تشوفون يناقش الآراء بمنتهى الاحترام يمكن يفند رأي الطرف الآخر ما يقبل رأي الطرف ولكن بمنتهى الاحترام هذه المراعات للحقوق المادية والمراعات للحقوق المعنوية كانت عند المتدينين بكثرة هائلة هذه القضية نقلتها لبعض الأخوة في إحدى البلاد العربية كنا واقفين مع بعض رجال الدين ومع أحد التجار فجاء الشخص وقال إن فلانا مات فقال هذا التاجر لنا اشهدوا علي بأنني مديون لهذا الميت بكذا مقدار ثم قال هذا الطرف الميت يطلبني هذا المقدار وما كو علي أي وثيقة أنا خفت أن الشيطان يقشمرني فيما بعد ويخدعني فلا أؤدي هذا المال إلى صاحبه جعلتكم شهود حتى الشيطان ما يتمكن يخدعني نحن يجب علينا أن نتعلم هذا المنهج منهج الدقة في الحقوق المادية ومنهج الدقة في الحقوق المعنوية وهناك رواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول وَاعْلَمُوا عباد الله إن الله عز وجل سائلكم عن الصغير من عملكم والكبير حتى العمل الصغير الله سبحانه وتعالى يسأل عن الله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرح ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرح وفي هذه الآية التي تلوناها في بداية الحديث لقمان يخاطب ولده يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتبه الله إن الله لطيف خبير وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقات بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة